اشتركوا في القناة 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 جدا. بس دايما انت انت وصلت بقى لليفل اهلي جدا. عالي جدا يعني. انت دلوقتي بتلعب الحمد لله بتلعب كسعام الاندية. بتلعب فرق اعلامية بايرما يونخ. ان شاء الله تلعب تشيلسي. ان شاء الله تلعب كل الفرقة الكبيرة ديت. فطموحك كبير. طبوحك اللي انت تحافظ برضو على البطولة افريقية. طموحك اللي انت ترجع دوري بالنسبة لنا يعني حاجة صعبة جدا يعني ان جمهور النادي افقدة اه بطولة الدرعام صعبة جدا علينا وقل على كل المنظومة في في النادي الاهلي يعني. لكن اه.' لدينا somethin جد اثار كبير جدا. ممكن بعد كل اقافك اذا ما كابتitchens قال تبقى انطلاقة? ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون ديل اخر انطلاقة لنا والللعيبة. وان شاء الله ان شاء الله باب ازني ل. يعنيasında مكاس مصر. ان شاء الله ربنا وفاقنا فيه والصوبره المحلي والصفر والصوبر الافريكي. وان شاء الله ان شاء الله اللي جمهور النادي القالب يحلم به ان شاء الله نلا فى مفققت m Slide كل وقت يعمل فى من شاء الله ربنا ان شاء الله Tyl اختيار الاحسن وتكون علبة ان شاء الله مقدرة المسئولية دي اتواه ان شاء الله ت تلبت محنا كلها قموح جمهور النادي لها ان شاء الله . Hadogaz حوالي قدي ينفيد ولله لسه دلواتي هيتكلم في اجتماع دلوقتي مع راجلة ان شاء الله نحدد يعني ولكن مرتبطة طبعا برضو بالاجتماع اللي هيحصل يوم الاثنين لتحديد المباراة قدية يعني اللعيبة انت شايف موسم انت قلت طويل جدا يعني اعتقد يعني اللعيبة محتاجة اللي هي تريح عندنا برضو لعيبة رايحة للمنتخبات فهتبقى صعبة يعني بالنسبة لنا لكن اعتقد ان شاء الله اللعيبة اللي موجودة هنا تاخد راحة كويسة عشان دخلين بقى ان شاء الله على تحدي كبير جدا يعني ان شاء الله يكون ان شاء الله في عيني ان شاء الله تسع العبين في منتخب مصر الاول بيعبر عن تقلق لعيبة النادي الاهلي وقوة لعيبة النادي الاهلي في المنتخبات دي حاجة طبيعية دائم النادي الاهلي هو بعد ربنا داعم لكل المنتخبات يعني انت اوقات كديرة جدا انت كنت بتفضل مصلحة المنتخبة على مصلحة النادي وممكن ده اللي حصل الحمد لله في المنتخب الولمبي اللعيب ده افعال ده واقع في واقع يعني والحمد لله كل الانصارات اللي حصلت منتخب مصر لما تبص القوام الفرقة هتلاقيه قوام كله من نادي الأهلي ودي حاجة الحمد لله تحسب نادي الأهلي وقيمة وقدر نادي الأهلي ما تنساش برضو لسه في علم معلوم برضو من الناس اللي موجودة في تونس وإن شاء الله بقدر إن شاء الله يكون موجود ودييانج برضو بواليا فأعتقد برضو كل ده بيتدل على مكانة وقدر نادي الأهلي للاعيف نادي الأهلي بيبقى يعني مش عاوز أقول يعني بيبقى حاجة كويسة جداً لأي منتخب يعني اللي هو يشوف لعيب نادي الأهل بيلعب كل المسؤولات دي بنفس القوة بتاعة المبارات الدولية فأعتقد إن شاء الله اللي ربنا يوفقهم في المنتخبات وإن شاء الله رجع لنا أهم حاجة لهم مسؤولة إن شاء الله كبيراً بعد الانتهاء الأجازة هنشوف بقى لعيبة العائدة من الأعارة هنعرف أساعتها أسميهم مزبوط كده أو لنا؟ آه إن شاء الله برضو نحدد يعني يعني شغلين على كده إن شاء الله بس زي ما أنت بتقول يعني برضو كل ما بتعمل صفقات إنت عاوز يكون عندك برضو إيه الأفضلية للناس اللي هي تشارك لو عندها فرصة تشارك أو مثلا اللي تيجي هيبقى لها دور فمهم جداً برضو اللي تيجي كده فأعتقد الحمد لله إحنا يعني أعتقد إن شاء الله الكابتن ولاج التخطيط ومع الراجل بنشتغل إن شاء الله بشكل احترافي جداً وإنت عارف النادي الأهلي دايما ما بيبصش لقدامه بيبص دايماً لبعيد عشان كده النادي الأهلي دايماً في مكان تاين إن شاء الله يعني مش هولاً جمرك على اليوم وإنت اعتذرت الجمهور النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله الشارج جاء بإذن الله يكون في بطولات النادي الأهلي كالعادة زي ما عوتونا الفترات الأخيرة كلها هو ده اللي احنا بنوعد فيه أنا قلت لك إن بنعتذر كلنا لجمعين النادي الأهلي وده مش اعتذر كلام إن شاء الله يكون بفعل إن شاء الله البطولات اللي جاية دي إن شاء الله ان شاء الله عشان دايما النادي الاهلي دايما دايما هو ان شاء الله رقم واحد موفقين وقصن حرفتك نسامي وفي ظهر الراجل وشغلكexي او باين لكل الجماهير فموفقيندك نسامي اي حد من النادي الاهلي يريد Printing مش لأي منصب شرف لأي حد detrs لأي منصب تش Sonic ه يا تركن ב�أي منصب تبقى في نادي الاهلي يطبيق أي حد بأي منصب فان شاء الله دايما ورا الراجل ودايما ورا النادي ولكن برضو محتاجين جمهورنا دايما ورانا خصوصاً لوقت ده ويمكن نحن دايماً بنقول كده كابتن رد فعل الكابتن والكلام دوت والمسؤولية اللي حطاها على اللعيبة واللي حمّلنا مسؤولية الجماهير دي الجماهير دي لازم جماهيرنا دي الأهل تكون سعيدة لكن نحن برضو دلوقتي ده محتاجينهم أكتر لأنه يدون ثقة ويدون لعبيتنا ثقة ويكون عندهم ثقة في ربنا الأول وفي المنظومة كلها اللي هي هتحقق طموح فأعتقد الحمد لله إن شاء الله إحنا عندنا صغة كبيرة فيهم وإن شاء الله ربنا إن شاء الله بإذن الله شكراً كابتن أيمن ده كان لقنا مع مدرب النادي الأهلي الكابتن سامي أمصان بعد فوز النادي الأهلي اليوم في ختام مشوار الدور العام على فريق أسوان بهدفين مقابل هدف عودة لكم جديد كابتن أيمن تفضل